تقدم لا توقف فيه هذا ما يحرزه الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية في كل من تعز وشبوة ونهم حيث تشير المصادر العسكرية إلى اندلاع معارك عنيفة في محيط نقيل بن غيلان بعد تقدم وحدات الجيش الوطني إلى المنطقة وسيطرتها الكاملة على وادي وسد العقران وجبل قرن ودعا للسراتيجي وقرية بيت سرحان وفي شبوة تمكنت قوات الشرعية أيضا من تحرير نقطتي العلم والسليم بمديرية عسيلان وهم من المواقع الاستراتيجية للمليشيات الانقلابية بالمنطقة آخر المعلومات اليوم صباحا تفيد بأن السيطرة على نقيل بن غيلان والدليل بما قامت به هناك بعض القبائل من عمل كماء لقطع مدادات المليشيات الانقلابية المتقية لخلطة الأمامية هناك وكذلك المعركة بمجملها تشهد مبدأ أساسي إذا استمرت في كل من شبوة وتعز ونهم وفي صعدة هنا سيكون القرار واضح بأن التجه النهو الحسم ولن تتفاوض الجانب السياسي إلا إذا الجانب العسكري متمكن ومسيطر الأرض في تعز أحبطت قوات الشرعية بدعم من التحالف العربي محاولة تسلل للمليشيات الانقلابية في محيط معسكر التشريفات شرقي المدينة وأحرقت طقما في تبة السلال بعد استهدافه بالمدفعية فلم تجد المليشيات أمامها من وسيلة سوى قصفها المدفعي على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين الجيش الوطني بشراف مباشر ملق قائد المحوار وقيادة أيضا اللواء 22 شارفت على الانتهاء إن شاء الله سبحانه وتعالى من أهم الأماكن الرمزية للقصر الجمهوري وقصر التشريفات وان ثم إن شاء الله سبحانه وتعالى هي البوابة الحقيقية للوصول إلى الحوبان واستكمال تحرير تعز التقدم الكبير لقوات الشرعية أحدث انهيارا في صفيف مقاتلية المليشيات ورفضهم التوجه للقتال في المناطق التي يحدث فيها التقدم وهو ما دفع بها إلى وقف مستحقاتهم بحسب المصادر تقدم كبير لقوات الشرعية في تعز ونهم وشبوة أصاب المليشيات الانقلابية بانهيارات كبيرة في صفوفها وهو ما اعتبره الكثيرون بداية النهاية محمد الحذيفي الإخبارية تعز